قال أو عضو اتلاف دولة القانون على الحداد قال إن قوى الإطار التنسيقي مستمرة في المفاوضات الساعية إلى التوافق مع الكتلة الصدرية لكنها قادرة على تشكيل الكتلة الأكبر بمعزل عن الصدر في حال إصراره على حكومة الأغلبية جارية باتجاه تحقيق الوفاق ما بين الكتلة السياسية لكن إذا كان الرأي والقرار النهائي باتجاه تشكيل حكومة أغلبية مؤكد أن الإطار قادر على أن يكون الكتلة الأكبر وتشكيل حكومة الأغلبية ويتعكز على أمرين الأول هو أكثر عدد مقاعد من التيار الصدري والثاني أن الإطار أكثر تمثينا للقوى الشيعية على اعتبار أن من المنضوي تحت الإطار هم دولة القانون والفتح بجناحه وفالح الفياض وغيرها لذلك نقول أن الإطار التنسيقي قادر على أن يكون كتلة أكبر لكن بحكم المرحلة وحكم الظروف نحتاج إلى أن يكون وفاق سياسي ما بين الكتل